حذرت الحكومة اليمنية من خطورة غرق خزان النفط العام في رأس عيسى الصافر والذي يحوي على مليون ومئة واربعين ألف برميل من النفط الخام وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات وهو ما قد يعرض السفينة للغرق أو الانفجار ذلك في خطاب أرسله وزير الخارقية محمد الحضرمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتوريش وأشار الوزير في خطابه الذي حصلت وكات الأنباء اليمنية السبع على نسخة منه أشار إلى أنه مر أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة ومناشدتها لتدخل الأمم المتحدة ولا تزال الميليشي الحوثيات ترفض السباح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفط على الرغم من موافقة الحكومة على كل المقترحات والمبادرات المطروحة لمعالجة وضع السفينة بما في ذلك المقترح الأخير لمبعوتكم الخاص المقدم في شهر إبريل الماضي وذلك ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية وأكد الوزير أن وضع السفينة أصبح اليوم في غاية الخطور أكثر من أي وقت مضى ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان في أي لحظة دعياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شرط أو شروط مسبغة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريق كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكواث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم